ثم أحبائي يقول الكتاب المقدس أو كما قال يسوع عن نفسه أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لاحظ من الإصحاح الأول مكتوب عنه مملوء نعمة ومملوء حق يعني هذا كمال الملء يعني النعمة من خلال شخص المسيح الحق من خلال شخص يسوع المسيح النموس بموسى أعطي أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار أنا هو الطريق والحق ما هو الحق؟ أنظر إلى يسوع المسيح تختبر تكتشف الحق لأن هذا الحق موجود ودائما موجود لكن محتاج أنك تكتشفه هذا اللي كان بيبحث عنه العلماء والفلاسفة والبعض وصل إلى شيء قريب لكن لم يصل إلى الحق الكامل فلا يوجد أي تشبيه سواء في القدوة الحسنة أو في المثال الصالح أنك تشبه أي شخص أي نبي مع يسوع المسيح اشتركوا في القناة